السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نقوم بحل التبيرين الثاني في مادة رياضيات إجازة تعليم المتوسط لسنة 2022 السؤال الأول قال لي أنشر بس العبارة وحيث U تسوي 2X-3 بين قوسين في X-2 بين قوسين السؤال الثاني قال لك حل العبارة F إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى حيث F تسوي 2X مربع ناقص 7X زائد 6 ناقص 2X-3 بين قوسين في 2X-1 بين قوسين السؤال الثاني قال لك حل المعادلة 2X-3 في ناقص X-1 تسوي السفر أول شيء يعطيك أسئلة من هذا النحو كما تأكد باللي كي غادي تنشر هذه غادي تسيب هذا العبارة ولما تسيب هذا العبارة أصلاً هذه مع هذه رغم كيف كيف تخرج مع عامل مشترك وتقوم بالتحليل والتبسيط غادي تلقى هذا العبارة نبدأ بالسؤال الأول في النشر أو تسوي لدي أو تسوي 2X-3 في X-2 قال لي أنشره بسيط النشر هو أن تضرب هذا العدد الأول تضربه في العدد الأول هذا تعود تضربه في العدد الثاني هذا تعود جيل هذا عدد الثاني من قوس الأول تضربه في العدد الأول من قوس الثاني تعود تضربه في العدد الثاني من قوس الثاني العدد في العدد والاشارة في الاشارة. لكم نشوفوا كيفاش تساوي عندي اتنين اكس في الاكس. كم تساوي? تعطيني اتنين اكس مربع. وهذه موجبة وذي اشارتها موجبة تقعد بالموجب. الان عندي اتنين اكس مضربة في الناقص اتنين. اتنين اكس في التنين. كم تساوي? تساوي ربع اكس. والاشارة هادي موجبة وهادي سالبة والموجب في السالب يكون عندي إشارة سالبة تكون مضربة في إشارة موجبة ولا العكس ولا الموجب مضرب في السالب يعني ناتج تحمو شوه ناتج هو السالب يعني هنا شو تولي عندي هنا تولي عندي ناقص اطلع له عندي ناقص هنا وهنا عندي زائد تولي عندي ناقص وبعد روح العدد الثاني هذا سيضربنا دافيدا وضربنا دافيدا ذكروا روحوا الجهة الزوجة العدد الزوج من القص الأول ناقص لتافل اكس 3x كم تساوي 3x والناقص هادي في الموجة بتاع الـ x الناقص في الموجة تعطيني سالب كله ناقص 3x والناقص 3 في الناقص 2 كم تساوي 3x2 كم تساوي 6 نضرب العدد في العدد واشار في الاشارة والناقص في الناقص تعطيني زائد نقوم بالتبسيط ماذا تساوي 2x تربيع ما هنديش معملة جمحة تقض وحدها x تربيع ناقص 4x ناقص 3x مدام متشابهين في الاشارة وبينجمعهم شو غادي ندير غادي نجمع 3 مع 4 ونكتب الناقص مرة واحدة فاللي ناقص 7x زائد 6 مكشعة الطابعة ودخل شبهها بنجمعها معه هنا كيف هجمعنا شوف تبع معي المليح لم يكون عندك مثلا عدد مثلا ناقص 5 ناقص 2 ولا 5 خمسة زائد 2 هنا الخمسة موجبة وثنين موجبة شو نديره نجمعه ونديره الإشارة اللي كانت عندنا تولي 7 والإشارة موجب سنقدره ما نديره وفي الناقص كي تكون عندي هذي بالناقص وهذي بالناقص وبينجمعهم شو ندير نكتبهم نجمع 2 مع الخمسة تسوي 7 ونكتب الإشارة اللي ما يعطيها دي ناقص ولكن لو كانوا مختلفين في الإشارة كون جاءت خمسة بالموجبة وهذي بالسلوب شو نديره مهما كانوا يكونوا مختلفين في الإشارة غادي نطرح بيناتهم ندير خمسة ناقص تنين تعطيني ثلاثة وندير إشارة العدد الأكبر وين الكبير خمسة ولا تنين خمسة هي الكبيرة خمسة هي موجبة ما ليه ندي ثلاثة لازم النتجة تكون موجبة يعني شوفوا رأنا نلقينا كيف بسطنا هذه شلقينا نلقينا هذه نلقيناها نفسها هي هذه لكنا نطلح وغلد نسحقها في السؤال اللي جاي بعد أنقلي حلل عبارة F إلى جداء عاملين ما إش معنتها معتها رايحة بسنين دي قوس في قوس ولا عدد في قوس هذو ما جداء عاملين جداء معتها ضرب عاملين معتها عامل منها ومنها عامل منها يعني يمكن يكون قوس يمكن يكون عدد وما تكونش فيه من درجة أولى ما تكونش فيه التربيع يكون فيه فقط X كيما هذا يكون ندنخط غي هذي فقط رايحة جداء عاملين من درجة أولى ولكن هنا عندي التربيع لازم نتخلص منها أنا شا غادي ندير غادي نمكن F تساوي المدى لدينا F هاي العبارة هاي نفسها هذي قال لي حللها إلى جداء عاملين أنا وش غادي ندير ما شوفوا باللي هذي هذي النسبة هذي بشية نفسها هذي هي نفسها وهذي وشية هي نفسها تساوي هذا القوس الأول قوسين هذي المضربة في بعض هي نفسها هذي يعني نجم من عوض هذي في بلاست هذي يعني غادي ننزعه هذي وش عطول قيمة اللي تساويها لهي هذي الأولى شغلت اللي عندي تساوي اثنين اكس ناقص ثلاثة في اكس ناقص اثنان هاي منكم تشوفوا هذي هي نفسها هذي يعني كيف بدينا من هذي وصلنا لهذه النتيجة اللي عندي ناقص يعني عوضناها فقط بما يساويها ماذا هذي تساوي هذي قلعناها ودرنا ما يساويها ها نحطيناه وكأننا نكتبنا وكأن هذه القيمة هي نفسها تنين اكس موربع ناقص سبعة اكس زايد ستة ناقص ثلاثة في اثنين اكس ناقص واحد ورانا يفتح لي راي قولي حلل شان نلاحظوا مانش نلاحظوا باللي هاذا العنصر راي شبال هاذا العنصر اللي راه منا اشباه له يعني شغال نديره غال نخرجوه عامل مشترك نخرجوه عامل مشترك ونكتبوه هذا ناقص هذا تبع معي كي غال نخرجوه عامل مشترك معتنا نكتبوه مرة واحدة هذا القوس تنين اكس ناقص ثلاثة وبعد نفتحه عارضة كبيرة في هادي الجهة شبقنا كي نحينا كي نحينا هذي شبقتنا بقى تنين اكس نكتبوها عادي اكس ناقص ثلاثة وبعد عندي ناقص وبعد الجهة شن نحينا فيها نحينا في هادي فاني شبقتنا بقى تنين اكس ناقص واحد هايو هنا ثلاثة ناقص واحد ونغلقوه عارضة دعنا لان قموا فقط بطبسيط هذا القوس شاتو اللي عندي تبقى لتنين اكس ناقص ثلاثة وفي دي جهة شاتبقالي نزعو العارضة ونبسطو هاد القوس تبقى لي اكس ناقص تنين هنا نقلعو ده القوس ولكن نقلعو القوس لازم نناقص ودخل عليهم كي غادي تدخل عليهم اللي يكون موجب ترجعها سالب اللي في فوس هذا القوس واللي يكون سالب ترجعها موجب هادي الناقص تدخل علي هادا اللي جيم وراها ما تخش علي قبلها تخل علي الجيم وراها اللي ل Mya verified ce تولي ناقص تنين اكس راي بالموجب كيدخلت عليها ناقص ترجع بالسالب تولي ناقص c2x والناقص واحد راي بالسالب كيدخلت عليها السالب ترجع بالموجب تولي زائد واحد كون ا abnormal ونجول قوس والان ماذا تسوي tahu في النهاية تسوي 2x ناقص ثلاثة فاش مضروبة اليكس ناقص 2x كرام ديري الاكس مع ناقص تنين اكس يرى مختلفين في الاشارة معتها وش ندير غادي نطرح وندي اشارة عدد الاكبر اكس ناقص تنين اكس سوي واحد يعني اكس واحد وينها الكبير اكس ولا ناقص تنين اكس ناقص تنين اكس هي كبيرة مبل ندو اشارة تاح وبعادي ناقص تنين زائد واحد فاني مختلفين في الاشارة غادي نقوم بالطرح الطرح تحوم يسوي الواحد وندي اشارة عدد الكبير فيهم مخطر مختلفين في الاشارة وينها الكبير. هو ما ناقص تنين ندير اشارة تاعه. ايه الناقص. اللي ترحيض هنا هي تنين اكس ناقص تلاتة. في القوص الزاوج ناقص اكس ناقص واحد هي نفسها. هذي قناعطيها لنهار الوقع في البداية. يعني منهار الول تكون عارف روحكم غادي يتصلوا وتعارف روحكم غلط لك غلط ولما كش غلط. والان اصبحت جداء عاملين هالا عامل الاول وهالا عامل ثانية روح من الدرجة الاولى فيهم اكس قوة واحد. وهيد اكس قوة واحد ت dismissم قوة واحد نحوها. يعني يا عوضان ما Thanks let me do what I can do. يعني هي فالاصل راه هي اكس قوة واحد ها من الدرجة الاولى فهمتوه؟ معناتها من الدرجة الاولى ولكن اي عادد قوة واحدها نفسها لاawiها نستغنوع عليها هاي من الدرجة الاولى y esa querés حماس به ها من الدرجة التانية هذه freakinó kh2 بهذا كانت مخصص تكوائلا تتلات تولئ الوحة من الدرجة تاليثة. سؤال الأخير قال يحل المعادلة 2x-3 في ناقص x ناقص 1 تساوي السفر لم يكن عندي جداء عاملين يساوي السفر هاو العامل الأول هاو العامل الثاني بينتهم علامة الضرب يعني كي يكون تساوي السفر يعني إما أن هذا يكون يساوي السفر أو أن هذا يكون يساوي السفر يعني واش غدين كتبوه غدين كتبوه نديرو كما نعقل ونديرو عندي 2x-3 إما هذه تساوي السفر أو ناقص x ناقص 1 تساوي السفر هاو واش نديروه نحولو 3 إلى الطرف الثاني تقولي اللي 2x تساوي ناقص 3 كنحولها الطرف الثاني رهي بالسالب كنحولها تقولي بالموجب تقولي تساوي 3 والله هنا يناقص x نحولو الواحدة طرف الثاني نضيرو معلن في الجهة ولمجاهل في جهة الواحد رهي بالسالب كنحولوها تقولي بالموجب تقولي تساوي واحد نعاودو لها نحوصوا لاكس ما ذو تساوي الاكس تساوي نديرو وش نديرو اكس ما ذو تساوي تساوي 3 إلى الاثنى يعني الاثنى تحول من هنا بالقسمة تقولي 3 رهي بالضرب تحول بالقسمة تقولي على اثنى وناقص x ما ذو يساوي ونضربوا هذه في الناقص وهذه في الناقص تولي لي X يساوي الناقص واحد لماذا كنت عندي ناقص X يساوي الواحد ونضربوا هذه في ناقص واحد تولي بالموجب ونضربوا هذه في ناقص واحد تولي بالسالب تولي X تساوي ناقص واحد يعني مجموعة الحولو المهية مجموعة الحولو الأس هي ناقص واحد وثلاثة على إثنان لما إكسي أخذ أحد هاتين القيمتين فإن هذه العبارة سوف تنعدم